في حصيلة نهائية قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة البطاقات البايومترية الموزعة للناخبين بلغت أكثر من 85% عضو أعلام المفوضية عماد جميل صرح ليو تي في بأن مراكز التسجيل سلمت الناخبين 15 مليون بطاقة طويلة الأمدي من أصل 17 مليون في عموم المحافظات وضحا أن ديالة وواسط الأعلى في تسلم البطاقات وأنهت المفوضية في العاشرة من مساء أمس توزيع البطاقات في مراكز التسجيل مبينة أن البطاقات المتبقية سترسل من المراكز إلى مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها إلى المكتب الوطني في بغداد لتخزينها حتى انتهاء الاقتراع